القرعة هتكون في مقر الكاف في مدينة السادس من أكتوبر ساعة 2 ظهرم بكرا إن شاء الله وحتكون بحضور مندوبي الأندية المتنفسة في دور المجموعات دور الستاشر سعد ستاشر فريق طبعا لدور الستاشر وسيتم تقسمهم إلى أربع مجموعات والفرق هي الأهل والزمالك من مصر الهلال والمريخ من السودان الرجاء والوداد من المغرب الترجي والنجم الساحلي من تونس وشباب بلوزداد ووفاق ستيف من الجزائر وسانداونز وأمازولو من جنوب إفريقيا وبترو أتلتكو وساجرادا من أنجولا وهوريا كونكري من غينيا وجالكسي جوانينج جالكسي من بوتسوانا ديل 16 فريق هنشوف بقى حيتم تقسمهم إزاي المجموعات على حضراتكو عارفين طبعا في مستوى أول مستوى ثاني مستوى ثالث أمام حضراتكو أقول التصنيف الأول أهلي ترجي وده درجاء دول حيبقوا مش حيبقوا مع بعض في مجموعة واحدة التصنيف الثاني زمالك سانداونز نجم ساحلي حورية كونكري هل ده معناه أن الزمالك ممكن يكون مع الأهلي في مجموعة واحدة؟ نعم الزمالك من الممكن جدا أن يكون في مجموعة واحدة مع النادي الأهلي سانداونز ممكن؟ آه اللي هما التصنيف الثاني ده كله ممكن جدا يكون مع النادي الأهلي في مجموعة واحدة التصنيف الثالث هلال وفاق شباب بلوزداد بيترو أتليتكو. التصنيف الرابع مريخ جوانينج وساجرادا وأمازولو. ده التصنيفات أمام حضراتكم. التصنيف الثاني طبعا زمالك سانداون زينجم ساحلي حرية كونكري. عايزين برضو نقول لحضراتكم جدول مواعيد هذه المباريات. الجولة الأولى هتبقى 11 و 12 فبراير. الجولة الثانية هتبقى 18 و 19 فبراير. الثالثة 25 و 26 فبراير. الجولة الرابعة 11 و 12 مارس. الجولة الخمسة 18 و 19. الجولة الستة 1 و 2 إبريل. ست جولات في أقل من شهر ونص من يوم 11 ليوم 1 أربعة. وبالتالي شهر و 20 يوم هتكون مخلص دوري المجموعات. هاتوا تخش بقى على دور الثمانية وننتظر إيه اللي حيحصل دائما في دور الثمانية. ترجمة نانسي قنقر